مصال خير كيف كونشو الأخبار يا رب تكونوا بخير دكتور باسم جرح تجميل رح أحكي عن حقن الدهون حقن الدهون عادة بالمجمل بالوجه رح أقول على لا طبعا تحقن دهون بمناطق كتير يمكن أحكي عنا بفيديو تاني ولكن حقن الدهون في عندي طريقة خاصة خاصة فيه أنا باعتمد على أشياء بسيطة وبتغطي نتائج حلوة حكيت بفيديو سابق عن استطباباته هو أنه لما يكون في عندي عدم تناظر في الوجه ممكن بيكون بسبب نحن بنخلق في عنا عدم تناظر ممكن بسبب تشوخ خلقي بيخلي أنه في عدم تناظر بالوجه هاي أحد أهم الأسباب اللي ممكن أول نحف الزائد بالوجه فهذا بيوجهنا نعمل حقن دهون أكتر عادة نحقن الدهون بيجرى ثلاث مرات يفضل ثلاث مرات بفاصل ستة أشهر إذا عملنا ثلاث مرات بفاصل ستة أشهر بيبقى ستين لسبعين بالمئة منه لمدة عشرة إلى خمسة عشر سنة الآن الذي يسرع أو يزيد أكتر رسبة البقية يعني بيبقى دهون هو تحقن بلازما البلاي تلات ريتش بلازما البي آر بي هلأ مثل ما حكينا نحدد التناظر في مناطق كثيرة بالوجهها من حقنا هي تتبع الكيس بس أنا التمبورال عادة ما بحقنا مناطق ثاني كلها ممكن نحقنا ولكن بعض المناطق ممكن قد تحتاج تخدير عام مثل الشفة الشفة ما بتعمل لك شكل للشفة مثل وقت اللي بدك تعمل بالفلر كبار بالعمر كتير او الشفة الرقيقة تحت التخدير العام ممكن ينحقن قدوهم بالجبهة كمان تحت التخدير العام وباقي المناطق الحاجبين الخدين نيزوليبيا الكوميشر التكساس هالمنطقة تحديد الفك الدقان هادون كلهم ينحقونوا تحديد عام إذا إلا منطقتين استفاح بدنوا تخدير عام أنا هيك بشتغل وحقنا الجبهة عند الناس كمان متقدمين بالعمر فبدا تخدير عام هاي بالنسبة للملاحظة وطبعا إلا في مناطق تاني ممكن نحقن فيها الدهون اتلم قلت الكمية يعني تحقن هيك تحقن هيك وتحقن هيك كسطح سورفس يكون أصغر هيك إلا مثلا وهيك تقريبا بيبقوا بنسبة واحدة لها لأنه المناطق او الدهون اللي هي جوا ما وصلها ما وصلها التوعية دموية التوعية دموية ما صار فيها عادة طعم بأي طعم خلال الأول يومين ثلاثة بتغزى ما يسمى التشرب الأوعية الجنبة المناطق الجنبة بيأخذ منها بعد الثلاثة أيام بيبدأ تشكل أوعية دموية هاد الأوعية الدموية اللي بيقول أنه عم يأجلني أو ما ما شابه ذلك من كلام ببني أنا شو مصلحتي أجلك أو أجلك هي مهم الموضوع بدنا نعرف الآلية أنه نحنا لازم يتحدد كمية الدهون الموجودة تغزت وصار علي أوعية دموية عاشت يعني متل وقت بتزرع نبتة ما بصير تشيلها قبل ما تكون تشكلتها جزور وخلاص ثمان ساكت فما حصلنا نأجل تمام فنحنا نستنى مينموم ثلاثة أسابيع لكون مينموم ثلاثة أسابيع لكون تشكلت هذه الأوعية الدموية لغدة الطعم لما نضيف دهون زيادة وهي ما مسمية رتوش مثل ما بيحبر كثير هذه هذه عالة ما بعرف أنا كثير بكراها هذه هي الدهون لما نضيفها نحن عاشت الطبقة الأولى وراح جزء من الدهون جزء من الدهون عادة قد هذا الجزء من الدهون اللي عم نحكي عنه ممكن يكون مفيد للبشرة لأنه في أستروجينز وفي ستيم سيلز هاد من ناحية فنحنا وقتل بدنا نحخون كمية تاني اللي بيسموها أنتو بتحبرتو شو اللي عم تقولوا من أجلى أو من أجلى ما نحنا ما من أجل بنحخون طبقة تاني فبصير في توعية دموية للطبقة الجديدة كأنو عم نعمر بلاطة فوقر بلاطة أو هذا اللي أصدنا في هذا المقصود لازم يمر فترة قبل ما نحنا نرجع نحقن الطبقة التاني هاد كان بالنسبة لحقن الدهون شوفي ملاحظات هيك بسيطة ممكن نحكي عنا كمان طبعا في بعض الناس وخصوصا الناس اللي بيحقنوا دهون ذاتية بعد ما نشيل الفيلر الدائم بعد ما نشيل الفيلر الدائم بيكون بيصير بيصير فيه صلابة بالمنطقة ستيفنس وتليف كتير هاد التليف بده وقت فالمنطقة اللي انت حقن فيها الدهون اللي فيها تليف مش رح تعيش بسرعة مش رح تعيش بسرعة بده وقت لا تعيش اذا شو ننتظر هاد الوقت ومنحن معه بلازما بي ار بي لتخفف التليف الموجود بلازما من الاشياء بلايت ليت ريتش البلازما يعني بلازما الغنية بلازما من الاشياء او ما يعني يسمى بشكل مختلص مختصر البلازما هي البلازما الغنية بصفحات بساعد كتير تخفف الفيبروزي بساعد كتير انه هاد الدهون تعيش اوكي اه هاد كان الموضوع فالموضوع انه نحنا من نسق اه يكون في وقت مر قبل ما نعمل تاني جلسة من مش تاني جلسة اللي بيبقى من الدهون لنقدر ننبي دهون زيادة وهذه يكون تابعة لنفس الجلسة تمام اه طبعا الاسعار بالنسبة لحقن الدهون اه في رنج محدد ممكن انا ساعد الناس مسلا للي عندهم مسلا مشكلة عدم تناظر بالوجه اه مش متل قتل واحدة جاي بس لكوزمتيك تجميل اه اذا مع عدم تناظر بالوجه هاد الدهون اللي عندهم حقن دهون ذاتية بعد اه الفيبروزي الدائم كمان ممكن نقدم له اسعار ولكن كمان بلازما مانا مربوطة بسعر البلازما لحال لانه هي العملية قد تجرى بدون بلازما فهي البلازما لحال والعملية لحال هاد من ناحية من ناحية تاني نحنا لازم نعرف شغلة البلازما او اي شيء اجراء مثل البوتوكس الفيلر البلازما هادي فيه مستهلكات فهادي الرنج الاسعار بيختلف تمام وما فيك تنزل كتير اذا الشخص مشان ما تعتبره الشخص مادي او ما شابه اه تقريبا هاد كان الفيديو اللي رجعت انا وضح فيه انه ليش ما منحكم قبل وقت محدد مثل البابي بده او الجنين ببطن امه بده تسع شهور لي يجي على هالحياة هون نفس الشي في وقت محدد قبل ما يكتمل قبل ان يكتمل اه تواعي الدهون يعني بيصير اه الى اوعي دموي فانا ما بحقون يعني هذا هو كان الجواب على السؤال اه خلص الفيديو ان اعجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس